وفق مجلس النواب خلال جلسته اليوم برئاسة المستشار دكتور حنفي جبالي من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها كما وفق المجلس وبشكل نهائي على قرارين لرئيس الجمهورية بشأن الموافقة على انضمام مصر للاتفاقية متعددة الأطراف بشأن المساعدة الإدارية في المسائل الضريبية وكذا تأسيس بنك التنمية الجديد التابع لتجمع البريكس بهدف تحقيق التوازن والاتصاق بين تنظيم وإنشاء وإدارة الغرف السياحية واتحادها وفق أساس ديمقراطية دعم استقلالها جاءت موافقة مجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة في شأن إصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها ويأتي مشروع القانون بعدد من المميزات في سبيل تحقيق فلسفته والهدف من إنشاء الغرف السياحية ثم تشكيل مجلس إدارتها وتنظيم أمورها المالية وحل مجلس الإدارة إضافة إلى اختصاصات الجمعيات العمومية فيها وهو ما يعد تنظيما جديدا لم يكن موجودا في القانون القائم كذلك يهدف مشروع القانون الذي انتظم في سنتين وسبعين مادة بخلاف خمس موادية مواد الإصدار ومادة النشر إلى دعم وتنمية النشاط السياحية وتحقيق مزيد من الاستقلالية للغرف السياحية الأمر الذي يعمل على مساعدة الدولة في تحقيق التنمية المستدامة المجلس وافق على مشروع القانون من حيث المبدأ وأرجع مناقشة مواديه لجلسة اللاحقة كذلك وافق المجلس وبشكل نهائي على قرارين لرئيس الجمهورية أحدهما يتعلق بالموافقة على اندمام مصر للاتفاقية متعددة الأطراف بشأن المساعدات الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية والآخر يتعلق بالموافقة على تأسيس بنك التنمية الجديد التابع لتجمع البريكس وكذا وثيقة اندمام جمهورية مصر العربية إلى ذلك البنك مساعدة السلطات العامة في دعم وتنمية النشاط السياحي ورفع كفاءة ومستوى الأداء به أحد أهم الأسباب التي دعت الحكومة للتقدم ومشروع قانون لإزدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها الأمر الذي يعمل كذلك على تحقيق مزيد من الاستقلالية للغرف السياحية ورعاية المصارح المشتركة للقطاع السياحي المجلس النواب محمود اسماعيل التلفزيون المصري